إن بناء المجتمعات والنهود بها لم يكن أبداً أمراً سهلاً أو يسيراً إنما يحتاج هذا الأمر إلى إناث ذات مؤهلات وملكات خاصة إناث يؤمنون أولاً بقضيتهم التي يكافحون من أجلها ثم ينطلقون تجاه أهدافهم المنشودة معتمدين في ذلك أولاً على عون الله وتوفيقه ثم على قوة سواعدهم متسلحين بصبرهم وإيمانهم أهلاً بكم أعزائي مشاهدي برنامج الضوء الأحمر وقناة الصحة والجمال عدنا إليكم من جديد بعد أجازة عيد الأطحى المبارك بأولى حلقات البرنامج معي ومعكم اليوم نموذج مشرف للأيدي العاملة الماهرة معي المهندس إيميل بونديوهيد رئيس مجلس إدارة مصنع مودرن بلاست للأكياس والشونة البلاستيك أهلاً بحضرتك بش مهندس إيميل نورتني وشرفتني أهلاً بحضرتك في الحقيقة أنا فخورة جداً أنه كل مرة حضرتك بتيجي معي هنا في البرنامج بحس أن حضرتك يعني نقطة مهمة جداً في البرنامج عشان حضرتك مكتهد جداً في مجال الأكياس والشونة البلاستيك شكراً لأن حدريك أستاذ Daily حدريك دايماً بتشجعينا وحدريك دايماً بتصدفينا وتسلم يا رب مشجعنا باستمرار يعني وتشكر أول حضرتك قبل ما نتكلم بقى عن مجال الأكياس والشونة البلاستيك نحب أن حضرتك تعرف نفسك لسادة المشاهدين أنا اسمي إيميل موندي صاحب مصنع مودرن بلاست الأكياس والشونة المصنع في مستورد عند الدائري جنب شركة البيبسي كده اللي أحب بيوصل عندنا يعني بس أنا أصلاً مش من القاهرة أصلاً سعيد يعني أصلاً أصلاً في البلد في السعيد وجينا هنا تعلمنا في جامعة حلوان ونشكر ربنا ما شاء الله ربنا يوفقك يا رب طيب في البداية كده سؤال مهم قوي مين شجع حضرتك تدخل المجال ده بالذات لا هو شخص معين شجع لا هي طريقة الحياة بصفة عامة الشغل للواحد تمام ظروف الحياة يعني بحس دايماً أن الواحد طول ما هو عنده هدف وطول ما عنده خطة الحياة وأنه عايز كل سنة بيزيد عن التانية أو يغط خطوة لقدام أكتر وطبعاً بمشيئة ربنا وخطة ربنا في حياة الواحد بتبقى ماشية واحدة بواحدة فالظروف مشيت أن أنا اشتغلت في المجال ده كنت حسابات يعني فيه طبعاً مع تجميع معلومات مع معرفة السوق مع اجتهاد مع أن أنا عرفت المستوردين بتوع المكان عرفت التجار بتوع الخمات كانت نشكر ربنا الواحد على أكتبهم حلوة فكله ده ساعد أن الواحد يعرف السوق يعني مش حد معين شجع حضر لا محدش معين إداني الفكرة ولا حد معين قال لي ادخل المجال ده لا أنا الطبيعي أنا كنت شغال في السياحة تمام بعد جمعت حلوان يعني بعد جمعت حلوان خلصت الجامعة وراحت اشتغلت في السياحة رجعت من السياحة على القاهرة توظفت في مطار القاهرة في مبنى التبادل واللوجستيات فكونت شغال بالليل بس ومش كل يوم بنروح يوم ويوم لا فطبعاً ده ميدي وقت طويل فاض الوقت ده أنا ما حبيتش أنه يضع مني كده كان ممكن خلاص أنهام وما فيش مشكلة عايز تستفيد بي عايز تستفيد بالوقت لأنه احنا كنا بنروح بالليل يوم نروح ويوم لا فأنا أصبح عندي نهارين وليل بنامهم في البيت فلا طبعاً كان وقت طويل فدورت أنه أنا أشتغل فكان من كرم ربنا أنه اشتغلت في الشركة في المجال ده وات محاسب خدت الفكرة مع نفسي أكتهد مع أنه لما جيت أبدأ أصلاً أنا ما كانش عندي فكرة أصلاً عن الفنيات بتاع الشوق لأنه أنا كنت حسابات وكانت الحسابات بعيدة عن المكان اللي في التصنيع ودي حاجات تقنية شوية آه وأنا ما عنديش أي خلفية عن الفنيات خالص يعني لكن خدت المخاطرة أنه من خلال معرفتي بالتكاليف ومعرفتي بأماكن يعني طريقة التسويق وطريقة المشتريات بتاعت الخمات وهعرف أزبطها إزاي خدت المخاطرة وربنا أكرمني بالفنيين اللي ساعدونا واللي وقفوا معنا يعني والدنيا مش ربنا يوفق حمد لله ربنا يخل زي ما احنا شايفين معروضة على الشاشة مكينة الأكياس والشونة البلاستيك طيب أنا بس في البداية دي مكينة الطباعة آه بس أنا عايزة أعرف بس في البداية مرحلة الأكياس وده كده مؤسط تقطيع أوكي تمام أنا بس عايزة أعرف أستاذ المشاهدين الشغل في المصنع ماشي إزاي عشان أحصل على المنتج في الآخر عايزة بالتفصيل كده أوكي الشغل احنا عندنا طبعا خمات البولي إسلين خمات البولي إسلين دي خمات بترولية بترولية آه يعني منتجات بترولية تمام دي هي أول حاجة أول خطوة بتحط على مكان الفيلم اسمه مكان السحب تتحول من مواد خام أيوة يخرس كده إلى رولات رولات ملفوفة ملفوفة تمام أوكي الرولة دوت لو هيتقطع الشنطة سادة مش هتطبع خلاص بيدخل على مرحلة التقطيع مباشرة ويتقطع وفقا للمقاسات المطلوبة تمام لو هيتطبع بيدخل على المطبع اللي هي معروضة هاي يتطبع وبعدما يتطبع يدخل على مرحلة التقطيع بعد كده يتقطع حسب المقاس اللي هو مطبع بيه اللي مطلوب اللي مطبع بيه الشنطة تطبعت بيه المقاس ده خلاص بيتقطع بيه حلوة أوي تمام كده نبقى احنا عندنا الطريقة من الخام ده خلنها رولات والرولات دي يقيمة تطبع سادة يقيمة تطبع تطبع الأول وبعدين تتقطع لغاية ما نوصل الأكياس وشونة البلاستيك طب دي حاجة حلوة أوي المنتج لازم يكون في النهاية زاتة جودة عالية لأن المستهلك بيبحث على حاجتين لازم يكون جودة عالية وتاني حاجة لازم يكون أمان صحيا تمام أكيد طبعا بيتوفر عد حضرتك الحاجتين دول في المصنع هو طبعا كل ما نسبة خامة البولي إسلين زادت في الشوق تمام كل ما كان الشغل صحي مبدأ من ناحية كل ما كان الجودة أعلى فطبعا ده العميل فيه مشكلة أنه دايما يدور على سعر فلو هو بيدور على سعر بس هيدور هيأخذ شغل ريسايكل مش هيأخذ شغل بولي إسلين أعاد التدوير أعاد التدوير مش هيلاقي شغل بولي إسلين لأن هي أصلي ما هيش سحر علشان مثلا البولي إسلين اللي هو النهاردة مثلا بستين ألف الطن أو النهاردة نزل لخمسة وخمسين مثلا أنه تيجي بعد ما تطبعه وتجهزه وتقول لي ببيعه بتلاتين طب ازاي؟ التكلفة أصلا عالية إذا كان هو الخام نفسه البولي إسلين بخمسة وخمسين أكيد طبعا فإذا لازم العميل يبقى فاهم ده عايز أتكلم في نقطة البولي إسلين ده خامات البولي إسلين دي طبعا هي أنواع مختلفة في بولي إسلين هايدينيستي البولي إسلين هايدينيستي ده بيتصنع منه في منه حاجة اسمها نفخ بولي إسلين نفخ بولي إسلين فيل بولي إسلين حقن حقن أه الثلاثة مش نفس المجال يعني الثلاث مجالات مختلفين عن بعض رغم من المادة البولي إسلين بس البولي إسلين ده متقسم حسب كسافة المنتج وحسب درجة الجودة بتاعه دي تفاصيل دقيقة المشترك في البولي إسلين حقن ده اللي يتعامل منه مثلا الحاجات البلاستيكية اللي تليها كتل على بعض زي مثلا غطى إزازة الماء المعدنية دي آه تمام بولي إسلين نفخ يتعامل منه الإزازة نفسها إزازة الماء المعدنية فده مقضى مصنع وده مصنع ودي حاجة تانية بولي إسلين فيلم ده اللي يتعامل منه الشونط الأكياس والشونط اه احنا بقى عندي عملت يقسمت الجودة لثلاث درجات على أساس العميل اللي حابب ياخد دي أو دي أو دي تمام زائد البيور الصافي فبالنسبة للمطبوع بنعمل جودة ب60% بولي إسلين في جودة بنسبة 75% بولي إسلين في جودة بنسبة 90% بولي إسلين زائد طبعا اللي هو البيور 100% بولي إسلين هل في بعض المصانع بتلجأ إن هي تقلل من نسبة البولي إسلين عشان تخفض في السعر مزبوط مزبوط ما هو ده اللي بيحصل عشان كده العميل بيجري على السعر الرخيص لكن أنا عايز أقول للعميل حاجة كل ما نسبة البولي إسلين زادت في الشغل انتقاه بتدفع سعر زيادة مزبوط بس خلي بيالك بتاخد كذا ميزة الميزة الأولانية أنك بتاخد جودة عالية وطبعا متانة في الشنطة يعني البولي إسلين لو ألف الشنطة لما يخزنها في المخازن وتتأخر عنده فترة بتبدأ تتقطع لوحدها لكن كل ما زادت نسبة البولي إسلين كل ما انت الشنطة عندك مهما انطولت في المخازن بتعيش معاك لكن الميزة الأهم بقى وده حضرتك مثال عملي عليه انه كل ما نسبة البولي إسلين زادت وانت دفعت سعر أكتر لكن بتاخد عدد شنط أكتر في الكيل دي نقطة برضو مهمة فانت اللي دفعت فلوس زيادة أخدت به شنط زياد يعني مثلا لو شنطة مقاس عرض 27 فطول 45 خلينا نقول العملي للعميل اللي بيتفرج علينا لو بنسبة خام 60% بولي إسلين مثلا تعد في الكيلو تقريبا 70 شنط 80 شنط لو بنسبة 90% بولي إسلين تعد معاك 180 شنط 180 فرق الضعف الضعف على طوله في مقابل ان السعر الفرق قدي تقريبا 20 جنيه في الكيلو حاجة بسيطة في الأول تمام تمام فانت بتاخد 2 كيلو في كيلو ده برضو يخليني أسأل حضرتك في نقطة مهمة قوي إيه بقى دور الدولة في تنمية المشروعات اللي هي زي حضرتك هل مثلا في عوائق قبلت حضرتك لما فتحت المصنع هي العوائق طبعا الأزمات الاقتصادية طبعا بيبقى لها دور دي بتأثر على كل الصناعات الأزمة الكبيرة بالنسبة لنا في مصر إن إحنا معندناش شركات تنتج خامات البوليأسيلين بكميات كافية إحنا معندناش غير الشركتين اللي موجودين والشركتين نسبة الإنتاج بتاعتهم مش كتير ما بيغطوش تقريبا 30% بالإضافة إنه مش بس كده وديه بقى نقطة أتمنى الدولة تاخد بالها منها إنه الشركتين باستمرار يعني وإحنا في عز الأزمات الاقتصادية وفي عز إنه ما فيش دولار عشان المستوردين يستوردوا تلاقي الشركة قافلت وبتقولك أصدر برها طيب ده كلام لا ما ده معوق ده معوق فده بيخلي المنتج الخام المادة الخام تقل في السوق أكيد طبعا مجرد إنها تقل في السوق بتعمل أزمة سعرها هيزيد جدا وده يتأثر على السوق أيها لكن كمان أتمنى إن الدولة يكون فيه رقاء يعني إذن الدولة أتمنى إنها تزود الشركات اللي بتنتج المادة الخام اللي بتاعت البوليأسيلين علشان تغطي أدي أول طلب يعني إذا كنا النهاردة عندنا شركات تنتج نسبة 30% أو أقل ياريت نوصلها إلى 50-60% تمام تبقى أكثر بحيث إن إحنا نوفر الاستراد أيه طبعا تمام لأن في مشكلة كل ما الاستراد هو اللي زاد والمنتج المحلي قال رغم إنه نفس الجودة يعني ما فيش فرق أكيد لأنه ده منتج بترولي هنا أو هنا أكيد كل ما زاد الاستراد عملية الاحتكار في السوق بالزيد الاحتكار ده بيخلي الناس معينة تتحكم في السوق بطريقة بشعة والتحكم ده يعمل إيه بقى طب الدولار النهاردة تحرك جنيه أكيد زاد الطن في الخمات المفروض بقى الخمات اللي تزيد المستوردة ولا المصري لا مفروض المستوردة المستوردة حضرتك بتستورد خام من السعودية أو الكويت أو أي أن كان بالدولار والدولار رفع فحضرتك تزود المستوردة أكيد بترفع سعر المصري ليه لما الدولار يزيد أكيد منت المصري عندنا شركة الشركة دي بتطلع سعر كل أول شهر بفاكس والمفروض كله يلتزم به ليه حضرتك ترفع سعر المصري لما الدولار يتحرك مالهاش لازمة مالهاش أي ده يبقى هذن دور الدولة في الرقابة بقى فين؟ فين الرقابة؟ لازم يكون فيه رقابة طوال ده معروف آه أنت المنتج المصري فيه فاكس طالع بيقول إن سعر المنتج داخل الشركة بـ 53 ألف مثلا يبقى ما يتبعش بـ 60 ولو يتبع بـ 60 لما يجي الدولار يتحرك ما أنت متزوتش أنت بيع بنفس السعر بتاعنا فده بيعمل أزمات في السوق طبعا الأزمات دي أثرت على مصانح صغيرة كتير مصانح كتير قافلت دي أول عاق يعني لكن العاق المادي كمان آه أنت كتريسة هسأل برضو في الناحية المادية آه العاق المادي تأثيره كبير ليه؟ إحنا مثلا من كم سنة كان طن البولي إسلين 12 ألف جنيه من 6-7 سنين مثلا تمام لما يوصل لـ 60 ألف فأصبح أنا النهاردة لو بشتغل بعشرة طن في الإسبوع لما كان بـ 12 ألف كانت أجيب مثلا العشرة طن بـ 120 ألف مثلا النهاردة لما يبقى بـ 60 ألف العشرة طن بقى بـ 600 ألف آه فرق كبير من الفرق من الـ 120 ألف للـ 600 ألف ده ليه جمنيه لا فرق كبير فطبعا ده أثر على ناس كتير وخلى ناس كتير قافلت الدولة شجعت ده في حتة بقى الكروض اللي هي مبادرة البنك المركز طبعا ده مبادرة كويسة جدا ويمكن نتكلمنا فيها قبل كده ده حجة حلوة فعلا ده مبادرة نتكلمنا في حلقة فيها قبل كده ده غطت شوية موضوع طب أنا بس همتاز وجود حضرتك عشان نختم حلقتنا بس في مفاجأة إن شاء الله وإحنا بنختم الحلقة إن إحنا رحنا مصنع مودرن بلاست للأكياس وشونة البلاستيك حبينا نشوف الشغل عامل إيه لإنها ما شاء الله كفاءة عالية جدا ولقينا كمان في حاجة مختلفة غير الكفاءة روح حلوة بين العاملين وبعضهم بيشيدوا بحضرتك صراحة في العمل وكمان بعض العملاء بيقولوا كلمة شكرا لحضرتك إن شاء الله هنختم بها حلقتنا بس قبل ما اختم الحلقة عايزة كلمة لحضرتك للشباب إزاي توعيهم إن هم يتجهوا بقى لعمل مشاريع في البداية كده نشجحهم إزاي حب الشغل حب الشغل يحب العمل اخلص فيه اكتهج ما تضيعش وقتك في أي حاجة أنت عمرك لسه صغير اللي مش هتستمتع به النهاردة هتستمتع به شوية قدام بس كون نفسك النهاردة فاستفد بالوقت يعني أنا مثلا من ضمن الحاجات اللي أثرت معايا في موضوع الوقت كنت قريت كتاب اسمه قدرة الوقت للدكتور إبراهيم الفئي بيقول أنا لو عشت قريته برضو لو عشت ستين سنة ونمت بس ثمان ساعات كل يوم يبقى أنا ضيعت من الستين سنة عشرين سنة نوم بس طب عشرين سنة نوم والأكل والمواصلات ومش عارف إيه والفسح يا تعني أنا ضيعت مع ingenructor وقت كبير لا أستفاد بكل وقت أنا كنت باستفاد بالوقت في الإيراية الوقت المواصلات الأول لما كنت شغلة الأول كنت في المواصلات من خل بس المواصلات مجرد مركب بس المواصلات كنت أطلع كتاب أعلى كنت أخلص كتاب في كل شهر استفادت بالوقت واكتهد وتعب وكل ما تتعب في الشغل افرح ما تزعلش ما تقولش يا ده أنا زعلت من شغل لا طول ما فيه شغل وتعبت فيه افرح بكلمة حضرتك دي ان شاء الله بس يعني تبقى دفعة جميلة للشباب طبعا انت عارف من الحلقة ما تكفيش عشان استمتع باللقاء مع حضرتك اعزائي المشاهدين زي من انتوا شايفين ان صناعة الاكياس وشورة البلاستيك من اهم الصناعات في مصر لكن الاهم لازم يكون عندنا مصنع يكون ذات كفاءة عالية وادارة متميزة وده موجود في مصنع مودرن بلاست للاكياس وشورة البلاستيك شرفت بلقائي مع المهندس ايميل موندي وهي برئيس مجلس ادارة مصنع مودرن بلاست للاكياس وشورة البلاستيك شكرا على حسن المتابعة والى اللقاء في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج الضوء الاحمر انا سيد محمد عبد الفتاح عميل في شركة مودرن بلاست للاكياس وشورة البلاستيك انا اللي مسؤول عن التوردات والتحصيرات بالنسبة للزباية بالنسبة لبشمهندس من مولدي يعاملنا ككلنا اخوات ما فيش اي تفاقة بالنسبة للكبير او الصغير بجد معاملته معانا يعني اخر لنا كبير مش صاحب مصنع ولا صاحب شركة ولا اي حاجة اخر لنا كبير شكرا انا اسبشون شغال في مصنع مودرن بلاست الوقت ما فتح وانا في المصنع الحمد لله جودتنا بيتماطح جميع المصنع الكبيرة جودتنا ممتازة معارفة في السوق اسمنا بقى بسمع علاقتنا في المصنع حلوة جدا مضاع بكلنا على قلب راجل واحد غير من البشمهندس كمير بيعملنا معاملة اخوات كلنا بيسمع لنا كلنا مع بعضنا ايد واحدة دايما اكلوا شربوا حقوا كلها معانا ما فيش فرق بي عنده ما بين صناعي وما بين عامل ما فيش فرق في اي حاجة خالص غير الشغل مع بعضنا كمان بيسمع ل مشاكلنا الخاصة دايما موجود معانا في كل كبيرة وفي كل صغيرة دايما الحمد لله حد احنا في المصنع مع بعض من صناعية ومن عمال قلنا ايد واحدة قلنا قلب راجل واحد قلنا شفالين لاجل المصنع والاجل سمعة المصنع والحمد لله جودتنا كل الناس عرفها وكل الناس بتشهد عمنا شكرا انا رأى الصبوة تعليم هتعامل مع أستاذ عميل من خمس سنون الناس اللي ارتحت معها جدا وجودة شغلها نجحتني والصبو في التعامل رايحني اتعاملت مع ناس ككرا بس ليت الراحة مع عميل بس راحة في الشغل يعني ومن نجاح لنجاح إن شاء الله انا بيتر الشحاتة مسؤول عن مكان التقطيع في المصنع وهنا وكلنا معاملتنا كويسة مع بعضينا والباشوهندس ويعملنا كويس كانتنا خطو الصغيرين بالصراحة حاجة كويسة يعني شكرا انا شفارك ويليام خلنا على مكانة لنك مصنع موضة للبسط معنصوزي متعامل بالنكاة يعني انه واحد من دلين ومتعامل كلنا أخونا لتلين اخوات وبالنسبة للشغل فحنا اعتبر جودتنا من أحسن شغل مبوط للشغل فيه سقة متعاملة بيننا نتعامل مبادل بحفو بوت المكان يبيش بيننا حد حد العريف حد بعيد سيزيني دي عاملنا كلها واحد واشكرو على السقة التامة دي وعى السقة المتباتلة بيننا وربنا يدي متلين يا رايز شكرا